اكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب اكدت ان الحملة الوطنية التوعوية لحماية الاطفال من الاستغلال والابتزاز الالكتروني والتي اطلقت في العاشر من يوليو الجاري تشكل المنصة المثلة للتوعية وحماية ابنائنا من الاستغلال والابتزاز الالكتروني فضلا عن كونها تمثل استدامة للمبادرات الوطنية الرامية لحماية الطفل وزيادة وعيه بالممارسات الخاطئة التي قد يتعرض لها عن طريق الفضاء الالكتروني مشيرة سعادتها بان الحاجة باتت مليحة في وقتنا الحاضر لاطلاق مثل هذه المبادرات الوطنية الهامة لزيادة وعي الاطفال وكذلك اولياء الامور بهذا الشأن والحظ على اتباع الاسس السليمة بالتعامل الالكتروني والابلاغ عن كافة الحالات والممارسات غير السليمة واضافت سعادتها ان الوزارة تعمل مع كافة الجهات الوطنية لدعم اهداف الحملة وتحقيق مؤشراتها والوصول الى الاهداف النبيلة التي وجدت من اجلها كما اننا في الوزارة دائما ما نطلق برامج للناشئة والشباب تماشى مع تحقيق احد مؤشرات الامل التي تتبناها الوزارة وهي احساس الشباب بالامان في كافة تعاملاته وتوفير بيئة امنة حاضنة للنشئ والشباب